السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله يا أولى سنتعرف على الحيوانات اللافقرية في الفصل العاشر واللافقريات هي حيوانات ليس لها عمود فقري في الدرس الأول سنتعرف على الإسفنجيات واللاسعاد والددان المفلطحة والددان الإسوانية تصنف اللافقريات إلى شعب في مجموعات لها خصائص متماثلة وكل من الإسفنجيات واللاسعاد والددان المفلطحة والددان الإسوانية لها أجهزة جسم أساسية في الدرس الثاني سنتعرف بإذن الله عن الرخويات والددان الحلقية والمفصليات وشوكيات الجلد الإسفنجيات واللاسعاد والددان المفلطحة والددان الإسوانية ان شاء الله في هذا الدرس رح نحدد خصائص الحيوان رح نوضح اختلاف التماثل في الحيوانات رح نميز بين الفقريات واللافقريات رح نصنف تركيب كل من الاسفنجيات واللاسعات ونقارن بين الاسفنجيات واللاسعات من حيث التكاثر والتغذي ورح نميز بين الديدان المفلطحة والديدان الاستوانية ما هي خصائص الحيوانات؟ الحيوانات جميعها مخلوقات عديدة الخلايا تتكون من انواع كثيرة من الخلايا بعضا منها خلايا متخصصة خلايا هضمية، خلايا اخراج، خلايا جلدية معظم خلايا الحيوان لها نواة وعضيات وتعتبر خلايا حقيقية النواة اي انها تحتوي على عضيات تسبح في السيتوبلازم لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها فتعتبر جميعها مستهلكات اما اكلات اعشاب او اكلات لحوم او حيوانات قارتة اي انها اكلة للحوم واكلة للعشاب سوية تخضم الحيوانات غذائها وتحولها الى جزئات بسيطة جدا حتى تستفيد منها الخلايا ايضا معظم الحيوانات تتحرك من مكان الى اخر بحثا عن غذائها وهذا الشيء طبعا لا يوجد في النباتات نهائيا بعض الحيوانات تهرب من الحيوانات اكلت اللحوم فيطلق عليها فريسة وهناك حيوانات تقتل الكائنات الاخرى وتتغذى عليها وطق عليها حيوانات مفترسة للحيوانات تماثل ما هو التماثل هو ترتيب اجزاء الجسم وفق نمط معين بحيث يمكن تقسيمه الى نصفين متشابهين هناك ثلاث انواع من انواع التماثل اما تماثل شعاعي اي اني احتاج الى الكثير من الخطوط المحورية حتى يتم تقسيم الجسم الى انواع معينة والى انصف متشابهة او ممكن اني اقسم بشكل طولي فيعطيني جزئين متشابهين وهذه كلها توجد في الحيوانات الفقرية مثل الطيور الانساني الزواحف البرمئيات التدييات او انها تكون عديمة التماثل زي نبات الاسفنج هنا مهما قسمته مهما حاولت اني اقسمه فاني لا احصل على نصفين متشابهين لان الجسم اساسا غير متناظر اطلق علي غير متناظر او عديم التناظر اذا عندي ثلاث انواع من انواع التناظر شعاعي جانبي وعديم التماثل او عديم التناظر طيب كيف تصنف الحيوانات تصنف الحيوانات الى صنفين نباتات لا فقرية ونباتات فقرية لا فقرية هي التي لا ليس لها عمود فقري وتشكل حوالي 97% من عالم الحيوان بينما الفقريات هي التي تحتوي عمودها الفقري تحتوي على عمود فقري يحمل بداخل الحبل الشوكي تتضمن طبعا الفقريات هنا الثديات التي تعتبر الانسان نوع من انواعها ايضا الطيور الزواحف وايضا البرمئيات اذا البرمئيات والزواحف والطيور والثديات ايضا الاسماك الاسماك العظمية التي لديها عمود فقري اما اللافقريات التي سنتعرف عليها في هذا المقرر منها الاسفنجيات اللاسعات الديدان الاسوانية والديدان المفلطحة الرخويات الديدان الحلقية المفصليات وشوكيات الجد اليوم سنتعرف على الاسفنجيات في هذا الدرس الاسفنجيات هي عبارة عن كائنات حية جالسة ما معنى جالسة انها لا تتحرك بحثا عن طعامها انما باقية في مكانها ولا تتحرك اذا فالاسفنجيات حيوانات غير قادرة على صنغذائها بنفسها لكنها تتغذى على كل ما يأتيها من غذاء عالق في الماء فيطلق عليك انحي جالس ملتصق اما بالصخور او في قاع البحر طب كيف يتغذى يحتوي طبعا الاسفنجيات جسمها على خلايا لا يحتوي على اعضاء ولا يحتوي على اجهزة ولا على انسجة هو عبارة عن خلايا هذه الخلايا تقوم بالتغذية عن طريق تصفية الطعام من الماء الماء يوجد فيه عوالق غني بالمخلوقات المجهرية والاكسجين عندما يتدفق الماء عبر فتحة الفتحة عبر الفوهة الاسفنج ومجرد ان يدخل فان هناك خلايا يطلق عليها خلايا متخصصة رح تصفي هذا الماء من العوالق وتتغذى عليه طبعا الماء رح يتحرك الى الداخل بواسطة الاسفنجيات طب كيف تتكاثر الاسفنجيات هناك نوعين من انواع التكاثر اما تكاثر جنسي طبعا وتكاثر لا جنسي تكاثر الجنس يحدث نعرف انه الجنسي يحدث بانها لا بد انها تكون حيوانات منوية وتكون بويضات اللي هي الخلايا الجنسية الانثوية والخلايا الجنسية الذكرية الاسفنج يعتبر خنثة اي انه يكون الخلايا الجنسية الانثوية والخلايا الجنسية الذكرية مع ان فيطلق علي حيوان انثوية من تلقيحهم فيكون لي لاحظ هنا البويضة عندما تنتج تخصب من الحيوان المنوي فينتج لي البويضة او اليرقة التي تنمو بعد ذلك بعد ما تخرج تنمو لتعطيني اسفنجديد او انها تتكاثر لا جنسيا عن طريق التبرهم ما معنى التبرهم اي انها يحدث لها بروز جانبي في جسمها بعد هذا بعد ما يكتمل هذا البروز ينفصل عن اسفنج الام ليعطينا اسفنج كامل طيب نأتي الان الى اللاسعات اللاسعات منها قنديل البحر وشقائق النحمان والهيدر الموجود هنا في الصورة والمرجان لها مجسات حول فمها تطلق خلايا لاسعة تسمى الحويصلات الخيطية طيب هذه الخلايا اللاسعة التي تحتوي على حويصلات خيطية ما هي فائدتها فائدتها الامساك بالفريزة يشبه هذه طريقة عمل الصياد عندما يرمي صنارته ليصداد السمك لان جسمها متماثل شعاعيا فان اللاسعات تستطيع الحصول على غذائها من جميع الاتجاهات المحيطة بها تسمى باللاسعات او بالجوف معويات لانها تمتاز باجسام وجوة فتتكون من انسجة متخصصة مؤلفة من طبقتين من الخلايا كيف تتكاثر اللاسعات؟ تتكاثر ايضا كما في الاسفنج لا جنسيا عن طريق التبرغم وعرفنا ما هو التبرغم اي انه ينمو برغم صغير على جانب الجسم الام بعد ان يفتم النموه ينفصل لي كولي فرد جديد ايضا تتكاثر جنسيا باطلاق البويضات والحيوانات المنوية في الماء وتحدث عملية الاخصاب وتكون لي كائن لاسع جديد نأتي الان الديدان المفلطحة الديدان المفلطحة تبحث عن غذائها بعكس الاسفنجيات والجوفمعويات التي تصفي العوالق والمواد الغذائية من الماء تمتاز الديدان المفلطحة باجسام طويلة ومفلطحة يتكون جسمها من ثلاث طبقات من الانسجة نلاحظ ايضا انها متطابقة جانبية اذا نوع التماثل هنا تماثل جانبي تعيش حرة كدودة البلناريا التي تمتاز بجهاز هضم ذو فتحة واحدة معنى ذلك ان فتحة البلع فتحة الفم هي نفسها فتحة الشرج وفتحة اخراج الفضلات وبعضها متطفل يعتمد على غذائها على جسم اخر فيتطفل على يسبب له المرض من امثلتها الدودة الشريطية وهي من الديدان المفلطحة المتطفلة التي تعيش في امعاء الانسان وبسبب افتقارها الى الجهاز الهضمي فانها تقوم بامتصاص الغذاء المهضوم في امعاء الانسان وتثبت نفسها داخل الامعاء بواسطة ممصات يطلق عليها خططي دائما الكائن المتطفل الذي يتطفل ويحصل على غذاء من كائن حي اخر يحتوي فمها على هذه الممصات والخططي حتى يثبت نفسه في رأس العائل تنمو تكون قطع جديدة تظهر في منطقة خلف الرأس تحتوي كل منها على لحظة ان جسمها مقسم يحتوي كل منها على اعضاء تناسلية انثوية وذكرية تطلق حيوانات ملوية وبويضات داخل قطع نفسها فيحدث الاخصاب عندما تمتل القطع بالبيوض المخصبة تنفصل وتخرج مع غائط الانسان اعزكم الله لتنتقل طبعا في الغائط اين سيذهب يذهب الى المياه المجاري واحيانا مياه المجاري يكون سقية لبعض الاحشاب من يتغذى على هذه الاحشاب البقر فيتطور الامر بان هذه الديدان الشريطية تصيب البقر الذي يتغذى عليه الانسان نأتي الى اخر نوع وهي الديدان الاسطوانية من امثلتها دودة الاسكارس وهي الديدان تصيب الانسان ايضا فتعتبر من الديدان المفلطحة هي اكثر انتشارا على الارض موجودة بالملايين في بيئاتنا بيكون على شكل انبوب ديدان الاسطوانية اكثر تعقيدا من الديدان المفلطحة لان لها طبعا جسمها اكثر تعقيدا لان لها فتحتين فتحة الفم هي فتحة الاخراج فتعتبر اجسامها وخلاياها اكثر تطورا هي متنوعة بعضها متطفن بعضها مفترس في عيش حرة وبعضها منها من المحللات اي انها تأخذ الاجسام وتحللها لاحظ في شكل ثمانية قلب كلب مصاب بالدودة القلبية وهي نوع من انواع الديدان الاسطوانية موسيقى